السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي قناة جاندلس اول حاجة انا بقدم كل التحية والبركيات الجميلة لكل احبابي ولو تاني سنوي الف الف مبروك وده جهد لناس كتير بعد ربنا عز وجل منهم السوعة ومراهب السلام منهم الام هويدة وكل الجروبات اللي بتنادي بنجاح ولو تاني سنوي طبعا الفيروس كورونا خلاكم تحانتوا في البيت وعشان كنا ربنا اكرمكم ان شاء الله والحمد الله والشكر اللي انتم قدرتوا تعدي المرحلة دي وخلاص كل بقى يفكر في اللي جاي بقدم التحية للدكتور طارق الشوقي اللي انا بختلف مع الحاجات بس بقدم له التحية اللي فعلا نجح كل الطلب رغم ان كان بيخوفهم كتير بس الحمد الله كله نجح وبطلب منك طلب قبل ما انخش في موضوعنا يا ريتا دكتور طارق شوف حكاية شبال سينة واخوتنا وحبيبنا اللي بسينا اولى وتانيا سنوي لغاية الوقت اللي نتيجه بتاعتهم ما ظهرتش برضو لي رجاء عند حضرتك ان اولى وتانيا سنوي اللي حاسق ادوه مشاكل في السيستم والقاطر القهرباء والحاجات دي كلها يا ريتا شوفهم حل لان هاسكترا جدا بتبكي شوفهم حل وانا معناها للدكتور طارق يقول لك حتى لو واخد صفر مسائط هايبقى له دور تاني انا مش عاوزوا حاجات دور تاني انا مش عاوزون دور تاني احنا عاوزين كل الطلبة تنجح ونكمل فرحتنا ان شاء الله بتالتة سنة وفيه بكرة بس مباشر وتوقعات هيبقى في فيديو خاص بالكلام ده كله ان شاء الله خلال ساعات وربنا نصل لو فيه بس مباشر هعمله ان شاء الله النهاردة معنا موضوع الوان نتيجة أولى وتانية سنة واللي كتير جدا فيه ناس مش فهمها وتفسير النسب المقوية والكلام ده كله مع رابط النتيجة كل الكلام ده بعد ما كنا احنا اول قناة الحمد لله نزلنا رابط النتيجة ومشارنا كتير وكاتبين كل الطلبة ناجحين في اجياء ندلس في موقعنا ورابطنا وتطبيقنا هسيب لكم رابط أسفل الفيديو معنا الالوان جميعا شايفينه ده بحضراتكم كده الموزارة اتاحت طبعا نتيجة أولى وتانية سنوي والتقارير لها تحتها والف مبروك لكل الطلبة عبارة عن اربع الوان اللون الازرى يا جماعة ده معناه في بطاقة الوان الصف الاول والتاني بتدوله على ان الطالب حصل على تقييم متفوق وكتير جدا خدت تقييم المتفوق ده شكرا للوزارة اللون البرتقالي اللي هو بيقولك ان طالب أولى وتانية سنة وإينا تجده في المرحلة دي مناسبة للتوقعات اللون الاخضر معناها تجد الطالب أقل من التوقعات بس ناجح في جمال الحوال والولا يتوجب عليه إعادة الامتحانات أو تحصلها فرصة تانية تمام اللون الرمادي ده المشكلة بقى دي بطاقة بتدول ان هو ليه فرصة تانية والحمد لله قليل جدا لوصل المرحلة دي والوصل المرحلة دي هو اللي مدخلش الامتحان أو غايب وده معناه ان الطالب يروح يسأل في المدرسة بكرة أو في الإدارة عشان يشوف الدين يا باشا ازاي زي ما شايفينه قدومكم الألوان والدرجات اسم باكم الدرجات هم حاجة عندي الألوان طول ما النقطة مش موجودة في الرمادي انت في أمان لو موجودة في الرمادي وانت مظلوم أقدم شكوى في المدرسة وفي ربط هينزيل تبع الوزارة هزيبه لكم برضو إن شاء الله لو ننزل نسيبه لكم أسفل الفيديو ده أو حطه في تطبيق أجال أندلس هي ما موجود وحتى لو حطه على المنتلع عندي في قناة أجال داس أو على الفيس أو الكلام ده كله عشان نقدر نوصل لنتيجة اللون اللي أزرق ده يا جماعة والله أخضر لا أصفر ما تخافش كده أنت في أمان ونجحته ألف ألف مبروح النتائج بتقيس أداء الطالب في كل مادة دراسية ونقطة السوداء ده اللي موجودة على الشرط زي ما رأينا كده بتنزل وتطلع تبع مستوى الطالب والمثلث أو يشير المثلث إلى المتوسط الحسابي المثلث اللي بيبقى الموجود ده بيشير إلى المتوسط الحساب لدرجة الطالب على المستوى الجمهورية ويمكن لطابة حكم من أداء وفي مقابل أداء الطالب على المستوى الجمهوري وفي أمان حاجة عندنا ثالثة طبعا درجة العظمى من 100 ودرجة الصغرى من صفر إن لما يحضر الطالب لاختبار سوف أظهر الشرط بالكامل بالنور الرماد اللي هما يعني غايب أو كلام ده كله طبعا سيبلكم فيديوهات في الموقع عبد يدخلوا وشوفوها ظهور صفر في مادة دي ملحوظة هامة الدكتور طارق منزلها ظهور صفر في مادة بنتيجة أولى وتانية سنة لتعني رسوب أصحابها وكشفت مصادر داخل الوزارة أن ظهور صفر في نتيجة أولى وتانية سنة ولا يعني أن أصحابها رأسهم بل هيدخل في دور سبتمبر المقبل وهيبقى برضه في المنزل وهولئة طلاب حدثة عندهم مشكلة سيئة الامتحانات وإن السيستم الامتحان الكترون قفل عليهم يعني هيعتبر مش ملحق ولا دور تاني هو فرصة تانية عشان اللي حصل أو الظروف اللي حصل تمام وضربة النتيجة هولئة أنت عاوس تدخل تشوف النتيجة تاني وأكد الوزارة أن نتيجة الطالب توقع الانتقال والفاصل دراسي الأعلى وأن حجب النتيجة بيشير أنه كان غايف في أحد الامتحانات أو حصل عنده مشكلة ولازم يروح يستفصل على الكلام ده كله في المدرسة دي روابط سابها لكم روابط النتيجة كلها وخطوات الحصول على النتيجة إزاي وبرضو خطوات الحصول على قود الطالب بحيث أنت ما تدورش كتير كل ده في تطبيق أجيال أندلس دي بعض النتائج اللي تبعتتلي من الطلبة أحبابنا في أولى والتنة سوى على مستوى الجمهورية حاولت ألزل بعض الصور لها عشان تبقى ذكرى موجودة مدى الحياة إن شاء الله نتفرج على كل دنا ونبقى مبسوطين دي روابط لموقع الوزارة أي روابط أنت عاوزها موجودة وده فيديو خاص برضو بأجيال أندلس انتظرنا لكل جديد وأكيد على قناة قناة أجيال أندلس قناة أخينتة وقناة الطلبة كلها وإن شاء الله هنفرح كلنا وبكرة يبقى فيه توقعات يقام بالتأجيل وأنا أحب يكون الطلبة في أمان مش شرط أجيال أو غير تأجيل أنا أهم شيء عن صحة أولادنا بالإضافة اللي إن شاء الله في مفاجأة جميلة لتالت سنوي إن احتمال المواد التي لا تضاف إلى المجموع يتم حسفها انتظرنا في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال أندلس اشترك في القناة حتصلك كل جديد وفعل الجرس وانتظرني في كل وقت في أمان الله